اشتركوا في القناة انا موجود وتحت امرك وسألوا تاني في اي وقت اول محاضرة احنا اخدناها اللي خاصة بال قلنا اللي هي اجزاء الكلام في تمن اجزاء الكلام زي ما احنا قلنا في تمن انواع مختلفة اللي هي اول حاجة الاسم اللي هو الضمير الفعل اللي هي الصفة وبعدين عندنا ادفرب اللي هو الظرف او الحال اللي هموي عليه حال وبعد كده عندنا وبريبوزيشن وبريبوزيشن زي ما احنا قلنا قبل كده هي معناها بريبوزيشن معناها حرف جر وبعدين عندنا كونجونكشن كونجونكشن اللي هي اداية من ادوات الربط وهي اللي هي فيه انواع كتير جدا من ادوات الربط واخر حاجة عندنا انترجيكشن انترجيكشن اللي هي التعجب او اه جملة اعتراضية او تعبيرات دول على الداشة اول كلام ده يبقى دول اللي هما ايه انا اشرح يعني بسرعة كده التاد موضوعات اللي همتاني عليه وبعدين هحاول اديكم فكرة الاسئلة ممكن تيجي ازاي في اي موضوع منه ناخد اول مثال اللي هو النون النون زي ما احنا قلنا ده اسم النون معناه باللغة العربية اللي هو الاسم احنا خدنا قبل كده في اللغة العربية اما بنقول يعني بيشير الى شخص او مكان او شيء معين وعندنا امثلة كتير اللي هو اكزامبل زي هاي اللي هي كات فايرمان هاوس پينسل شيكاغو كل ده امثلة للنون للاسم طيب النون ده عدة اسم عدة انواع اصلا في عندنا الكمن نون كومن نون يعني اسم شائع اسم منتشر اسم اه مش بيادول على حاجة معينة زي ما راك بتقول مثلا او كمبيوتر او لابتوب او بوك او نود بوك دي كلها حاجات كومن نونز كومن نونز بوك نونز او كومن نونز يعني هما بيشير الى شخص معين او مجموعة معينة او مكان أو مكان سوري شخص بيشير الى اي شخص يعني مثلا تيتشر ده كومن نون زو او سكول دي كلها كومن نون او بوك سكول ماركر قمبيوتر فون دي كلها كومن نون طيب أما أجب أقول بقى proper noun proper noun إحنا بقول عليه في اللغة العربية اسم عالم يعني إيه عالم مش العالم اللي هو اللي إحنا عارفينه ده لا ده اسم عالم اللي هو اسم بيشير لشخص معين أو لمكان معين أو لشيء معين يعني معرك مثلا تقول laptop في الجنرال كده ده command noun اسم عام طب لو عرك قلت dil laptop أو HP laptop يبدأ يعطبر proper noun لو إحنا قلنا مثلا university university جامعة common noun لكن لو قلت مثلا delta university delta university لا خلاص أصبح proper noun طيب ده النوع الأول النوع الثاني والpronoun والpronoun بيحل محل النoun الpronoun هو الضمير بيحل محل الاسم أنا ما أقول لحضرك مثلا he have likes football he have likes football he plays it every day he plays it every day عندنا هنا اتنين pronouns الأول كلمت عن إيهاب ورجعت قلت عليه وبعدين قلت إيهاب likes football وبعدين قلت he plays it it تعطبت pronoun عايدة على فوتبول he pronoun عايدة على إيهاب إيهاب الpronoun معناها ضمير وبيحل محل إنها إنها التاتل هو الverb والverb بدأ what it's a word that tells what someone or something does وبيبي action word or word of being يعني بأكشن word يعني مثلا eat jump drink swim دي كلها بنسميها action verbs أو إنها بيكون a word of being زي ما أقول مثلا I am he is she is وهكذا ده الverb اللي بعد كده ليه الاجكتيف ليه الصفة ونعود نفسنا الاجكتيف something that modifies a noun أو describes a noun يعني بيصف الاسم الصفة بيصف الاسم أول مثلا he is happy he is happy يبقى happy هنا بيصف he he is happy ألاء is hard working ألاء is hard working يعني ألاء جادة في العمل هنا بنكلمة hard working إن هي بيصف ألاء وعشان نفرق بين الاجكتيف والأدفور لازم نعرف إن الصفة الاجكتيف بتصف اسم بتكلم عن ألاء أو الألاء مثلا is happy أو is hard working the adjective لكن أما أقول ألاء smiles happily smiles happily يعني تبتسم بسعادة smiles happily يبقى أنا بقصف طريقة الابتسام اللي هي smile وده بياخدنا للنقطة اللي بعدها اللي هي خاصة بالأدفور الأدفور باللغة الظرف أو الحال اللي احنا بقول عليه بالعربي حال أو ظرف it can be added to a verb to modify its meaning يعني هو الظرف دايما أو الحال ده بيصف الفعل أقول مثلا runs quickly smile happily moves slowly يبقى عندنا كلمة carelessly slowly loudly tomorrow today here angrily now later everywhere happily كل الأسماء اللي بدام حضر كل الكلمات بدام حضر ديت تعتبر adverbs adverbs اللي هي ظرف أو حال وهو عادة الظرف أو الحال بيصف when أو where أو how أو in what manner يعني بيقولينا امتى يبقى tomorrow مثلا where يبقى here how ازاي او اللي قوي بيجري ازاي تقوله runs quickly بيجري بسرعة in what manner وايجامبلز قدامنا هي زاي cheerfully briskly wiggly delicately fast never now اللي بعدها الpreposition وده يعتبر من أسهل parts of speech اللي هي to with against at by from across front of behind دي كلها بنسميها prepositions اللي هي حروف قر اللي بعدها الconjunction اللي هي أداة الرابط أداة الرابط تستخدم رابط كلمات أو جمل زي كلمة and but or because while after وكل دي بنسميه احنا conjunctions برغم اختلاف أنواعها لكن مش مجاله دلوقتي المناعرف دي كلها أدوات رابط آخر حاجة interjection اللي هو الجمل اللي بتعبر عن الدهشة أو التعبيرات اللي بتعبر عن الدهشة أو تعبيرات مثلا اعتراضية أو الكلام ده a word that expresses strong or sudden emotion يعني بتعبر عن مشاعر قوية أو مشاعر مفاجئة تحتها مكتوب use as an exclamation exclamation اللي هو تعجب بتدل على التعجب أما او dear my goodness wow ouch دي كلها كلمات تعتبر interjection interjection طيب نشوف كده مثال سريع دايما مكتوب هو زي ما أنا كنت كتبلكه في المتوقع يعني في الامتحان لو هييجي أنا معرفش الامتحان هيكون في الأسئلة ازاي بس احنا نقدر يعني من خلال الدرس نقدر نتوقع السؤال هيجي ازاي فمثلا في الليسن الخاص بال اللي احنا بنشرحه دا بنسبة كبيرة هيجي هيجي بجملة هيجي جملة معانا ويقول لك ايدي identify parts of speech identify parts of speech يعني identify parts of speech يعني تعرف على أجزاء الكلام يعني مثلا يقول لك هي went to school yesterday هي went to school yesterday يعني هي went to school yesterday يعني هو راح المدرسة امبارا اما نيجي نتكلم عن هي هي هنا تعتبر pronoun تمام went verb to preposition school noun yesterday adverb هيجي الحركة كده زي جملة وفي جدول تحتها تكتب فين noun فين pronoun فين verb فين adjective فين الadverb وهكذا ده سؤال متوقع مثلا انه يكون بالطريقة دي طبعا احيانا بنشير للنون نقول عليه in noun pronoun v verb adverb p preposition c conjunction edge adjective i interjection نيجي نشوف كده براكتس قدامنا the little dog ran the little dog ran نيجي نشوف the little dog ran اول حاجة ذا الليها definite article little تعتبر adjective dog noun ran verb التانية o o دي اعتبرها ايه بالزبط برافو عليك interjection interjection you pronoun scared verb me pronoun يبقى ممكن يجي لحضر جملة كاملة كده وارا تطلع منه يقول identify كلمة identify البشوانس كان مسألني عنها واحد منكم identify تعرف على تعرف على أجزاء الجملة يعني حدد فين noun pronoun adjective 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 مثلا جملة قدامنا هي بتقول with great joy mom and dad welcome to the new baby with preposition great adjective joy noun mom noun and conjunction that noun welcomed verb the definite article new adjective baby نعم okay فممكن يجي الحرك جملة كاملة زي كده ويقول لك identify parts of speech تعرف على أجزاء الكلام نيجي بعد كال حاجة مهمة جدا subject and predicates عشان ده برضو ممكن يكون مزئي من الأسئلة أما يقول مثلا simple subjects Robert asked for his late work it was the best concert ever lime green is my favorite color اللي مكتوب قدام حركة باللحمر ده subject بنسمي simple subject simple subject لأن subject يتكون من subject واحد يعني Robert هنا eight أو lime green طيب نشوف ال-predicate أما Jane cried هي كرة هنا verb أيوة زي محركة بتقول بالظبط يعني ما نقول Jane cried يبقى noun proper noun و cried دي verb طيب إحنا ما نقول parts of the sentence ده برضو ممكن يجي سؤال تاني بقى parts of the sentence مش parts of the speech بقى part of the sentence يبقى Jane subject و cried predicate يعني خبر إحنا عندنا زي في الانجليش كلا زي مبتدأ وخبر subject وال predicate في القملة التانية Marks was talking إحنا بنعتبر was talking ديت predicate هذه complete sentences لازم يكون فيها subject وverb على الأقل أو subject and predicate يعني يكون فيها فاعل والخبر بتاعه أو مبتدأ وخبر تفقنا كده مثلا زي ما احنا شايفين هون يقول Chris and I subject و subject Chris subject و I subject يبقى عندنا اثنين فاعل و studied طيب ممكن يجي subject واحد زي Jane فاعل واحد وقال Jane swept and vacuumed يبقى Jane swept and vacuumed يبقى كده عندنا subject واحد اللي هو Jane وعند swept و vacuumed اللي هي verb و verb يبقى S ينقل عليه S V V S اللي هي subject V اللي هي verb و vacuumed التاني اللي هي verb طيب دي كلها عن عايزين نركز اوقف موضوع subject و ال بردكت ده عشان ممكن في المتحل parts اللي هي sentence parts of the sentence اللي هو subject وال اللي هو المبتدأ وال الخط مثلا عندنا مثال هو يقول ايه draw a line between the compound subject and the compound predicate underline the simple subject دوس الممكن ييجي برو ييجي يقول لحراك فين simple subject او simple predicate او compound subject يعني مش simple subject يعني اكتر من فاع مبساطة جديدة جدا والcompound predicate يعني عمل ايه عمل كذا حاجة مع بعض ده بالنسبة للسؤال الاول او الموضوع الاول اللي هو parts of speech وممكن ييجي في الامتحان الزي دي قملة قدامنا هي ممكن يقول لحراك the art museum opens on mundane ممكن يقول لك identify parts of speech ممكن يقول لحضرتك identify parts of the sentence لو parts of speech يبقى جزي الكلام يبقى نبدأ نشوف النown والverb والadjective والadverb وهكذا طيب لو parts of the sentence يبقى عندنا the art museum ده يعتبر subject الخبر opens on mundane ده بالنسبة الموضوع الاول نيجي على الموضوع التاني اللي هو خاص ب simple sentences نشوف سريعا simple sentences هو اسهل الموضوع فيهم طبعا اما بقول sentence لازم نفهم ان simple sentence لازم يكون فيها على الاقل لازم يكون فيها subject وverb اما اقول he he football لان هنا ما فيش verb لازم يبقى اي جملة في اللغة الانجليزية لازم يكون فيها subject ولازم يكون فيها verb اهو مكتوب اهو a sentence must contain a complete subject لازم يكون فيها subject subject يكون person place think and verb وليزم يكون فيها لازم يكون فيها بيقول الصابج كده عمل ايه او بيعمل ايه عندنا امثلة هو the baby cried الجملة مكتملة وحاجة مهمة جدا باش ما انسين الجملة مش مش شرط عشان مثلا تبقى الجملة كبيرة اقول اه ده جملة مكتملة الجملة صغيرة يبقى جملة مش مكتملة لا ممكن تكون كلمة يعني اما قولك stop عارف حضرك ان stop ديت كلمة stop بس ديت دي الواحدة جملة لاني كان اصلاها you stop يبقى احنا كده بنتكلم عن subject وverb ماشي طب نشوف كده جملة كاملة birds fly جملة كاملة عادنا subject وverb my computer طبعا يقولك my computer ايوة ما له بقى the subject فين الverb ما فيش لك طيب اما اقول crashed تعطل الواحدة برضو crashed ما تنفعش الموضوع تكون my computer crashed my computer crashed على بعض وعندنا هوا find other subject عندنا subject اللي نطلحها ان subject اعداد الفاعل اللي هو قام بالفاعل وكي باش مونسين وعندنا the girl هنا في الاولى stone mr. jacob the earth في الجملة الاخيرة ديت عندنا subject هنا هو magician زي ما أنا قلتها معاكم في المحاضرة on the top of the hills lives a magician magician هنا هو الفاعل وديت عبارة عن magician يعني ساحر كان اصل الجملة a magician lives on the top of the hills نفس الفكرة برضو عارك هتشوف ال verbs وال subjects وال verbs طيب عايزين برضو نركز في حاجة مهمة من اول دلوقتي هنقول على subject s وال verb v نشوف اول جملة قدامنا his flight arrived on time يعني الريح الوسط في معات هنا عندنا كام subject واحد اللي هو flight هنقول s وarrived فعل واحد برضو هنقول v تبقى ترتيب الجملة subject plus verb وهنقول عليها s v s v s لها subject v اللي هي the time نشوف اللي بعدها time كده عندنا passengers الركاب و crew طاقم الطاقم الطائرة او السفينة او الكلام ده يبقى هنا عندنا اتنين subject يبقى subject اتنين وعندنا فعل واحد اللي هو arrive دي بقى يبقى نمط الجملة ايه البتن بتاع الجملة ايه تمام subject subject verb s s v اهو s s v اللي بعدها the passengers found their luggage and lift the airport the passengers found their luggage and lift the airport عندنا subject واحد بس اللي هو الركاب لقوا الحقائب بتاع وغادروا المطار عندنا subject واحد نقول علي s وعندنا verb found وverb تاني left يبقى عندنا s v v اهو s v v اوكي يا شباب طيب يبقى كيقول لك دور على subject subject verb اما نقول subject subject verb subject subject verb يعني محتاجين فاعل وفاعل وفاعل هندور هنلاقي الولى paris and london are popular to rest destination والكلام ده انا شرحت معكم في المحاضرة بالتفصيل عشان ما نضيع ش وقت فيه طيب نمشي كده شوية نيجي بقى الجزء المهم جدا fragment fragment معناها part جزء sentence fragments تعبير بسيط جدا تعريف بسيط جدا انه عبارة incomplete sentence incomplete sentence يعني جملة غير مكتملة طيب يا دكتور الجملة تكون غير مكتملة ازاي احنا قلنا ان اهم جزء في الجملة لازم يكون فيه subject ولازم يكون فيه verb لو انا قلتلك the students هنا جبت subject طفل verb يبقى كده missing verb missing m-i-s-s-ing اللي مكتوبة هنا missing verb يبقى كده ناقص الفرب طيب لو انا قلتلك played cards لعبوا بالورق هما مين اللعبوا الورق او الكوتشينا يبقى احنا عندنا هنا missing the subject لازم يكون عندنا subject لازم يكون عندنا verb لو في جملة ما فهاش subject يبقى الجملة دي fragment يعني جملة غير مكتملة incomplete sentence طيب لو الجملة دي هتفيها subject بس ما فيه verb يبقى برضو دي بنعتبرها fragment لانها جملة غير مكتملة فاللي بالك في الامتحان سواء mid term ممكن يجي يقول لازم جملة ويقول حضرتك ايه حدد الجملة دي sentence ولا fragment عشان تحدد الجملة sentence تأكد رقم واحد ان فيه فاع subject رقم اتنين ان فيه رقم تلاتة ان الجملة مكتملة المعنى يعني ما تقول مثلا the boy kicked the boy kicked kick يعني shoot ولا shot برغم ان هنا فيه subject وفي verb بس الجملة مش مكتملة فلازم يكتدي complete meaning complete thought فلازم تقول the boy kicked the ball اتفقنا ان الجملة لازم تكون مكتملة لازم يكون فيه subject لازم يكون في verb وبتدي معنى كامل لو ما فيش subject يبقى fragment لو ما فيش verb يبقى fragment هيجي في اللي هن sentence مكتمل write if it's fragment وساعتي يقول لك حدد هي fragment ليه هي fragment هتقول له مثلا لانها missing verb مفهاش verb او missing subject مفهاش ايه subject ممكن يقول لك correct the fragments correct the fragments يعني صحح الاجزاء فما يقول لك مثلا play it football كده هي missing subject مفيش subject يبقى حضرتك لازم تشوف subject تقول مثلا the player picked the ball أو the player changed the ball لازم يكون فيه subject وليازم يكون فيه verb انتفقنا يبقى عشان تفرر بين sentence و fragment sentence لازم يكون فيها فاعل لازم يكون فيها فاعل وبتدي معنى كامل لو ما فهاش فاعل او ما فهاش فاعل اي واحد من دول يبقى احنا بقول منك تحدد ايه الجزء المفقود missing يعني مفقود هل هو missing verb ولا هل هي missing subject ناخد مثالين ترتب كتير اوي was waiting for hours هي يقول لك اهو whether the statement is a complete sentence or a fragment حد اذا كان هي sentence مكتملة او fragment was waiting for hours طبعا ونحنا مغمضين دي fragment من اللي كان مستني ساعات ما فيش فاعل يبقى هنا المفروض تكتب f fragment رقم واحد رقم اثنين لو قال لك ليه يبقى تقول missing subject missing subject missing يعني مفقود m-i-s-s-ing missing subject يعني الفاعل مش موجود لو قال لك صحاحة يبقى تقول جون was waiting for hour جون استنى ساعات كتير خلاص طب نشوف الجملة التانية بيقول he lived in a room with a single bed هنا بنشوف بنلاقي ان الجملة فيها subject he فيها verb lived هو عاش في حجرة الجملة مكتملة تمام ما فيش اي مشكلة خالص فيها subject وverb والمعنى مكتمل رقم ثلاثة many people عمل بس يبقى احنا عندنا هنا sentence fragment تمام هي fragment f هي نكتب f هي why identify the reason why لئي identify the reason عرف السببب يبقى تقول له missing هي مفقود verb missing verb لو قال لك كمل correct the fragment صحي ال fragment عشان يبقى sentence كمل الجملة هات فعل many people مثلا like football how many people study english يبقى لازم تكون تجيب verb هنكمل بنفس الطريقة ما فياش اي مشكلة خالص sentence و fragment طيب معانا برضو compound sentences ودي اخر حاجة فيه الحاجاتي انتو هتمتحنوا عليها compound sentence من قبل ما نتكلم compound sentence عبارة عن جملة مركبة يعني ايه جملة مركبة يا باش مانسين يعني هي عبارة عن هي عبارة عن جملتين اتنين مع بعض الاول عشان نعرف الجملة السيمبل اما اقول he was hungry مثلا he was hungry يعني هو كان جعاه ادي جملة وبعدها حطت full stop وبعدين قلت he went to the restaurant he went to the restaurant يعني نرى على فين على المطعم دي جملة مكتملة sentence simple sentence مكتملة تماما والتانية he went to the restaurant جملة مكتملة تماما طيب احيانا احنا بنكتب نعايز اقولهم الاتنين في جملة واحدة اقول هو كان جعان عشان كده راح المطعم يبقى اقول he was hungry saw saw he went to the restaurant هو كان جعان ولذلك راح المطعم احنا هنا عملنا ايه ربطنا جملتين اتنين ببعض طيب الجملتين دول جمل عبارة عن ايه جمل simple دي جملة بسيطة ودي جملة بسيطة طيب السؤال الجملتين اتنين دول ايه independent clause independent clause يعني جملة كل جملة منهم جملة مستقلة قائمة بذاتها دي لها معنى مكتمل ودي لها معنى مكتمل بس احنا ربطناهم ببعض طيب اعرض لكم بس الكلام ده اهو compound sentence a sentence that joins جملة بتربط two independent clauses جملة بتربط جملةين اتنين كل جملة منهم مستقلة وإحنا عادنا بنربطهم وإحنا خلنا الكلام ده في المحاضرة وما شاء الله انت كنتم متجوابين معايا جدا انت هتنربط بطريقتين اتنين ياما نجيب comma وادات رابط comma وادات رابط ياما بنجيب semi column قولنا semi column ده عبارة عن نقطة وتحتها ايه نقطة وتحتها common بيقولوا عليها اللي هي اه فاصلة مش عارف منقطة او نقطة اه يعني حاجة زيكة في العربة مش عارف بسرعة طيب ادي الcompound sentence عبارة عن جملتين اتنين independent clause و independent clause اوكي ال independent clause قلنا هي عبارة عن مجموعة من الكلمات اهو مكتوب ايه can stand alone can stand alone يعني يقدروا ايه كل جملة تقدر تكون قائمة بذاتها كل جملة الوحدة اهو بقولك الجملة ده نقولت لكم في المحاضرة واشراء نقولت لكم بالتفصيل the cat was happy he slept underneath the bed وقلت لكم ان معظم الناس بيكونوا بيتكلم عن حيوان اليف عنده في البيت فبيعتبروا هي او شي وده مش ايه مش غريبة ولا حاجة طيب احنا ما نيجي نربط الجملتين دول ببعض فهنقول the cat was happy and he slept underneath the bed عملنا ايه هنا يا دكتور جبنا كومة وجبنا بعدها conjunction اداة ربط جبنا كومة وبعدها جبنا اداة ربط ربطنا لكم نتملو بعض طيب الطريقة التانية انا احنا نجيب semi colon نقول مثلا نقول مثلا the cat was happy semi colon he slept underneath the bed طيب الconjunction عشان نعرف ادوات الربط ايه الconjunctions ادوات الربط عندنا الconjunction احنا جمعناهم لك عشان يكونوا سهلين عليك يا هندسة قلنا لك ان الconjunction تقدر تجمعهم في كلمة fan boys fan boys if for a and in nor b but or yet so طيب يقولك the teens walk to the park كما but it was closed كده حضرتك عما تيجي تدور وتركز في الجملة اللي قدامنا دي الكمباوند ريك هتلاقي انه عندك جملة تين اثنين الاولى the teens walked to the park the teens walked to the park دي جملة الوحدة it was closed البرت كان مغلق دي جملة تن دي جملة simple ودي جملة simple ربطناهم لتنين ببعض الكلمة but طيب يا دكتور على اي اساس انا بختار but او so او and او الكلام ده تمام بنختار اداة الربط على حسب العلاقة بين الجملتين يعني لو كان فيه جمب بينهم تناقض انه the teens walked to the park راحوا البرك ولكن البرك كان مقفول دي بان استخدم but طيب لو كان فيه بينهم سبب دي بان استخدم because او so لو كان فيه بينهم مثلا اضافة اما اقول i studied english and i revised for physics i studied english and i revised for physics يعني انا ذاكرت الانجلش ورجاتي كمان فيزيق دي بديل جمل فيها اضافة يبقى نختار كلمة and طيب نيجي للجزء الاهم اللي هو ازاي ممكن السؤال يجي في الامتحال ادي اول نوع من انواع الاسئلة يقول لك mark as simple or compound او write s for simple c for compound يعني يا بش مهندس حد الجملة ديت simple ولا compound حد الجملة قدامك دي جملة simple ولا جملة compound طبعا مش كل ما تشوف and تقول جملة كده compound لا ممكن تكون and دي بتربط جملة فعلين اتنين زي الجملة الاولى بيقول the rain fell for hours and reuned the picnic لا دي الجملة دي simple لان هنا عندنا rain اللي هو subject fill verb reuned verb بيبقى s vv تفاقنا باش مؤنسين بيبقى نعمل الاسئلة انه يقول لك حد دي الاسئلة ديت simple ولا compound simple ولا compound الجملة اللي قدامنا الاولى هنقول عليها simple الجملة التانية بيقول i left but mars stayed الجملة دي طبعا compound هرفنا زي انها compound عشان تتأكد من جملة compound افصل جملتين عن بعض افصلهم عن بعض بمعنى الاولى i left ده جملة معنى مكتمل تمام ما عندناش اي مشكلة طبو التانية بيقول mars stayed mars قعد يبقى كده احنا عندنا دي جملة مكتملة ودي جملة مكتملة ربطناهم بكلمة but يبقى كده اصبحت compound symptoms نقول تاني النوع الاول من الاسئلة ممكن يجي يقول لك حد للجملة ديت simple ولا compound ده نوع الاول النوع التاني من الاسئلة ممكن يجي لحضرتك في الامتحان يقول لك يجيب لك جملة اتنين ويقول لك join join the two sentences اربط الجملة دي اتنين ببعض او combine the two sentences عندك جملة دين اتنين اربطهم ببعض عشان يكونوا compound هنربط ازاي الجملة دين ببعض تمام هنستخدم semi colon لوحده النقطة واللي تحتها كومة او هنستخدم كومة وبعدها اداة ربط نستخدم كومة وادة ربط طب نعرف اداة الربط ازاي اللي احنا قلناها اللي هي كلمة fan boys fan boys اخر حاجة قبل ما اقفل مع حضراتكم عايزين نبص على run on احنا كده اتكلمنا عن fragment اه 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 احنا اتكلمنا عن fragment وعايزين نتكلم عن run on ادي ناخد حاجة سريعة خارج عن run on انا كنتش عايزة اقولها لكم امكان عشان ما هتلخبطوش بس run on سهل شوية مش هيكون ان شاء الله في اي مشاكل خالص ادي هنا في الجملة الاولى باش ما اننسين the prompt available in kougar courses هنا missing verb ما عنديش verb الجملة التانية care for his younger siblings مين اللي care مين اللي هتم يبقى هنا عندنا missing subject طيب ام دي كلها fragments اه اه طيب نشوف بقى run on اه في using two sentences اما نربط جملة اتنين ببعض without any conjunction اما نجيب جملة اتنين جنب بعض كده وما نربطهمش بأداة رابط او ما نحطش السيميكون اللي نعتفقنا عنه دي دي بقى مشكلة يبقى احنا بنسميه run on run on يعني جملة اتنين اه جنب بعض وما فيش بينهم لا فاصل full stop مثلا ولا في بينهم اه اداة رابط ولا اي شيء ماشي قدي القوما سبلايس اهيه اشوف الجملة اللي قدامنا ديت عشان نصلح ال run on يقول gestures are a means of communication for everyone but طرح ما جاب but هنا يبقى رابط الجملةين ببعض بدي جملة تمام ما فيش اي مشكلة خلص ماشي يا باش مانسين هوريكو بس اخر حاجة طالس نموزة كده للأسئلة يعني ايه او او سألها كده عندنا ها يشوف لكو بس ايه يعني نموزة محكاة لشكل الاسئلة انت لو يعني زي ما قلت الحرارك كل ما ممكن يكون فيه تغيير انا ما عرفش بس على اي وضع احنا نزاكر ونستعد ومعناش اي مشكلة متحنيجي زي ما ييجي والاسئلة كلها واحد يعني ادي اول مثال عند حضرتك مكتوب ييجي الجملة اللي حضرتك كده يقولك دانير رينينج مونارك opened formally the palace of westminster in 1895 هذا تيجي تعرف بقى لايه الحاجات دي تيجي تعرف الحاجات دي كلها يبقى احنا عندنا رينينج مونارك عايزة يكون فيه answers بقى احنا في اول سؤال identify parts of speech identify parts of speech يعني اتعرف شوانس كان مسألني عليها عرف كل واحدة من دول تبع ايه رينينج مونارك دي عندك رينينج adjective مونارك اللي هي النون opened verb formally adverb the different article palace noun of preposition westminster noun in preposition 1852 adverb اوكي طيب ده متوقع ييجي السؤال على parts of speech يجيب الطرق دي يجيب العرق جملة كاملة يقولك identify the parts of speech وممكن نقولك identify parts of the sentence اللي هي subject والايه والpredicate زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في المحاضرات وفي نفس المحاضرات ده نوع برضو تاني اللي هو write s for sentences يعني حضرتك شوف الكلام اللي قدامك ده هل ده هو يكون جملة كاملة نقول عليها sentence ولا if نقول عليه fragment لو بيكمل جملة كاملة sentence لو مش كامل لو ناقص subject او ناقص verb بنقول عليك fragment ويقولك identify the parts of the sentences يعني ايه برضو identify the parts of the sentences يعني حدد اجزاء الكلمة يعني شوف فين subject وفي ال predicate واحيانا ممكن بيقولك تعرف على الجملة دي اذا كانت sentence ولا fragment وصحح الفراجمنت صحح الفراجمنت زي ما احنا درسنا في المحاضرة يقول until the last day until the last day ده مفقود هنا ايه ده ما فيش هنا لا subject ولا verb فنيضر نقول I waited I waited until the last day ارجو ان الكرام يكون مفهوم وانيه يكون سهل على حضرتك ده نوع تاني من الاسئلة بيقول combine each pair of simple sentences to make a compound sentence يعني حضرتك قدام جملتين اتنين simple عايزين نربط الجملتين دول ببعض انا مساهل عليك هنا واجيب لك الادوات الربط وممكن في الامتحان ما تجيش بيقول a small kitten followed me who I gave it a bowl of milk بيقول في قطة صغيرة كانت تمشي وراه لحد البيت عشان كده اديتها ايه بولة لبن كده علبة لبن والخلق عايزك تربطها بso ممكن ما يجيب لكش اداة الربط دي فحضرتك فيه طريقتين اثنين انك تربط الجملتين ببعض الاولى انك تستخدم semicolon والتانية انك تستخدم conjunction ايه الconjunction تاني نعيد تاني اللي هي fan boys for and so but والكلام ده ننزل تحت كده دي كلها جمل تربطها مع بعض والكلام ده كله موجود في تجمية المحضرات في الكتاب اللي حضرتكو عملته آآ موجود الكلام ده كله فيه اهو دي كلها جمل هيا عندنا تسع جمل ده السؤال احنا قلنا السؤال الاول اللي هو part of speech السؤال التاني التحدي ازا كان sentence او ل fragment وتصحق fragment السؤال التالي قلنا combine the two simple sentences اربطوا الجملتين اللي اتنين simple مع بعض عشان نتخليها compound والسؤال الرابع على حسب المواصفات اللي الدكتورة ريهام المشرفة على المادة قالت هنة آآ ممكن يتغير انا مش عارف بسرعة نكتب s for simple sentences and c for compound sentences يعني نشوف القملة اللي قدامنا هل دي قملة simple ولا قملة compound حركة ما تقول maizen will attend a new school soon انا عندنا هنا subject وverb قملة واحدة مكتامة يبقى القملة دي simple طيب margaret and maizen have been friends have been friends for a very long time دي برضو two subjects one verb دي برضو simple امتى نقول جملة compound اما نلاقي جملتين اثنين مرتبطين ببعض اما نلاقي جملتين مرتبطين ببعض ونلاقي ان بينهم اداة ربط زي but or and ونلاقي semi colon كما اتمنى انا نغطيت كل الاجزاء اللي احنا درسناها مع بعض ويا رب الوفاكل كل خير ونذاكر ونستعد كويس وبغض النظر اللي امتحان يجي ازاي احنا نكون وقفين على رجلين باذن الله لو في فرصة ان انا نقعد معاك ويوم الاثنين قبل الامتحان انا ما اتخرش عنكم تحت امركم في رعاية الله امس اشتركوا في القناة